نكمل القراءه سيتان فاردو ليه سيتان فاردو الكوزين مماليش مادام بديناها نكملوا بشوية نكملوا الاسحاحين اللي قعدوا لنا ترالي فتح بسنا في ال 26 نكملوا ال 28 ال 29 قراءه التوراة وين حبسنا وين حبسنا بسنا بسنا في ال 26 كي كان قلنا يعقوب وعيسو تزحموا على النبوه مع باباهم اسحاق اسحاق كبر في العمر او لا يشوف شمليه اليوم اسحاق عايت لوليد وعيسو قالوا ارواح كي نعطي لك النبوه لباسيون ريبيكا سمعتهم يا هادرو قالوا اروح صيد لي عفسها وجيبها لنا كلها كي نباركك وكي ندعي لك كذا وكذا عيسو راح يصيد البابا في نفس الوقت ريبيكا راح التجري قالت لي عقوب هتجري اي راح اتروح لك النبوه راح جيب لي زوج معزات وذبحهم لي ووجدهم ليبيان وصلخ الجلد التحم جيبه لي طيبت له هذوك الزوج معزات وحكمت الجلد هذك لبساته برسكو يعقوب برسكو يعقوب ما يشوف شمليح حبت تكلخ له ريبيكا حبت تكلخ له ريبيكا هاي لك عيسو اسحاق يبارك عيسو اسحاق يبارك يعقوب ايزاك بني سان جاكوب وانا يماه ريبيكا لبسات له الجلد في يديه وفي رقبته وانا ينشعر بزاف يعني علاج برسكو عيسو مشاعر فيه الشعر فيه يديه ويعقوب املس اليه ليس ما فيه الشعر لك الخديعة تعريبه ريفقة كل خطلعي الاسحاق لكي يمد النبوة اليعقوب وهذو الطابلو هذو ما تتلاقو بيهم في الميزي في الماند انتية الابرشان فو تتلاقو بكين طابلو لازم تديرو في بالكم بلالي الكولتور في اروب مام ان امريكا ان انجلوتار سيتون كولتور جيديو كريتين التوراث التحم اليهودية والمسيحية العهد الجديد فيه العهد القديم زائد العهد الجديد عند الكريتين مطالعين على هذو القيصص الرسامين الكبار دائما يرسموا هذو اللواحات تصيبهم ايات ايات واحدة يرسمها في صورة دايزورمي كيتتلاقاوا مع واحد ديمسفي وليدو هكذا تعرفوا باللي رأنا في الايات انتع سفر التكوين على اسحاق وريبيكا وعيسو ويعقوب قلنا يعقوب دخل الماكلة الباباه اشكون انت اوليدي قالوا انا اوليدة كاني جبتلك وش قلتلي قالوا كيفاش هذا ربيد مو راح تصييت وطيبت وجبتلي لفوه هذي مش يتاع مش يتاع عيسو هذ لفوه ارواح لي ادلنا لي انمسك ادلنا ليه بدا يمس فيه قال لك هذا كشعر تاع الجلد تاع المعيس بالو شعر تاع وليده ولورك نستنتج ان عيسو كان عندو شعر كلمعزة يسمى عتروس عندو لابوتا عتروس هذا والاستنتاج امام طوزات قالوا بوسني عنقني كي عنقوباسو ويشم فيه ريحة تاعو قالوا هذي ريحة وليدي وليدي فيه رائحة الحقل وقد ورمجواوا بينك فحوا كده worthless هناك نزيلة دخل الماكلة ما امر Shock لا بابا انا يعطيك وينج hur صندوقتي كنت قالوا وليدي دك عيسو الملطة قال الا لا يا امرى امرو إسمع قال له انا باركتو قال له هذا المكر بتاع يعقوب فنال مو يعقوب را اسرق لك النبوة تفرد فيك ها بابا كاش ما بقتلك مورسو تاع باركا قال له ولا غير عطيت له كلش فبدأ ينوح عيسو وحلف في اخوه يعقوب قال لك بابا وقرب يموت لازمني نقتل يعقوب ريبيكا زادت سمعت نهار طول يا رخي او ذنها في القيطون سمعت الهضرة اسحاق البابا ايا فحقد عيسو على يعقوب من اجل الباركة التي باركه بها ابوه وقال عيسو في قلبه قربت ايام منحة ابي بابا قرب يموت فاقتل يعقوب اخي فاخبرت رفقى بكلام عيسو لدها قتل ابن عيسو روحة لفك وحبي قتلك فالان يا ابني اسمع لي قولي وقم اهرب الى اخي لابان الى حاران لابان باش تعارفو شكون هو لابان نوري لكم تصويرها بارك انت على ديسندانس ديسندانس باش تعارفو العائلة المجنونة هذي باش تعارفوها عندنا عندنا الفوق قاع كاين تارح تارح جاب ابراهيم وجاب هاران هاران ابراهيم 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 بان سير معه صاره جاب جاب اسحاق واسحاق تزوج مع رفقى وامام ابراهيم كان متزوج مع هاجر وجاب اسماعيل وتحت اسماعيل كان الاسماعيليون بعد ما كاين والو 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 حتى نصل المحمد للنبي محمد اللي هو وليد اسماعيل يبسح ورا يلا ديسندانس تاعو مكاش كان نقاطي ابراهيم مع سارة جابونا اسحاق هاران وش جاب هاران ابراهيم جاب ياسكا وجاب لوط وجاب ملكا نحور نحور خو هاران واخوه ابراهيم نحور واشنو نحور وليد تارح نحور تزوج ملكا بنت هاران نحور الدب بنت خوه وهذي ملكا هذي تزوجت مع نحور عمها تزوجت مع عمها نحور ملكا ونحور جابو باتوئيل وباتوئيل جابنا لابان ورفقى باتوئيل وليد ملكا ملكا بنت هاران هاران خونا حور بصحنا حور ده بنت خوه جابو لنا باتوئيل جاب ريفقى ريبيكا وجاب لابان اوكي طنك ريفقى كدها اسحاق جابو لنا عيسو ويعقوب يعقوب تزوج بربع نساء وعندما نقرأ عليه هذو الربع بنات هذو ما هي ليئة الحولة الكبيرة وراحيل الصغيرة الشابة وليئة اعطت لي يعقوب اعطت له زيلفا الجارية التحى زوجتها له وراحيل زوجت له بيلها يعقوب تدارب عنساء زوج بنات لابان خالو ويماه ريفقى وهذو راحيل وليئة زادوا زوجوا راجلهم يعقوب زوجوا له بليزيسكلافتة وحملة هي بيلها وزيلفا وهذي راحيل وليئة وزيلفا وبيلها هما اللي يجابوا الاسباط الاسباط اللي هما ولاد ليئة عندها ستة ولاد وطفلها اللي هو رأوبين وشمعون لاوي يهوذة يساكر زابولون والطفلة دينا اه اه نوري لكم هذا اللي هو الوطاب له هكا بشتفى مهم ليه كيف يشتفى الاسباط هذو هما الاسباط ولاد يعقوب الاسباط ولاد يعقوب قلنا يعقوب تزوج مع ليا جابت له روبين سيمون ليفي جيدا إيساكر زابولون والطفلة دينا هذي ليا لايئة فاندخالوا لابان راشال جابت يوسف وبنيامين جوزافة بنجاما زيلبا اللي هي جارية لايئة جابت له أشير و قاد قاد المالح قاد المالي جاد ليهود يسميه جاد وبالها الجارية عراشال جابت له نفتالي و دان هذو هما الاسباط اسباط في اثناش دوز و اختهم طفلة دينا لصبت الاسباط هما هذو هما أولاد هذا الربع نسا زوج بنات لابان و دوز اسكلافت حمص زيلفا و بيلا نكمل و نقرأ و قلنا قالت له يما أهل يعقوب قلت له اخوك و حالف فيك يحوس يقتلك اهرب عند خالك لابان الى حاران و اقم عنده ايام قليلة حتى يرتد سخط اخيك قعد عنده ايامات حتى يبرد الزعافت اخوك عيسو حتى يرتد غضب اخيك عنك و ينسى ما صنعت به ثم ارسل فاخذك من هناك نبعث نجيبك نعود نرجعك علاش نقتلكم في زوج في نهار واحد و بعد رفقة وش قالت الاسحاق قالت له وراني كرهت من البنات بنات حث الفلسطينيات وراني خايفة يعقوب يتزوج من الفلسطينيات ويلا تزوج من وحده من هذ الناس هذ الفلسطينيات وراني كرهت حياتي و ما قدرش نعيش الاسحاق ثمانية وعشرين وش درس اسحاق فدعا اسحاق يعقوب عيط اليعقوب وباركه و اوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بناتك نعان ورد بالك تزوج من الكنعانيات من الفلسطينيات قم اذهب الى فدان ارام الى بيت باتوئيل ابي امك باتوئيل هو لجاب رفقة جاب لبان وممطا اهرب البيت باتوئيل دار جدك فبات ملكة وخذ لنفسك زوجة زوج ثمان وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان اخي امك والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب يعني بارك له ويعطيك بركة ابراهيم لك ولنسلك معك لتريث ارض غربتك ارض غربتك مانتها ارض الغربة معنى ارض اليوم التغربين فيها اللي هي حث مانتها وين كان الحثيين فلسطينيين ارض غربتك التي اعطاها الله لابراهيم ربي يخي قال ابراهيم قال له اقعد مترحلش متروحش الى دار جدك دار اجدادك مان كين بتوئيلو قا اقعد في مان كين الكرسابع مانتها في المان الكين الحثيين فلسطينيين وهذه الضرطة نحن نعطيها لك فصرف إسحاق يعقوب فذهب يعقوب إلى فدان أرام إلى لبان بن بتوئيل الأرامي أخي رفقاب لبان خوب إمه رفقاب رفقاب له يا إمتي عقوب عيسو فلما رأى عيسو أن إسحاق فباه بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة إذ باركه وأوصاه قائنا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان وأن يعقوب سامع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه يعني عيسو هنا هل يشوف بابه إسحاق بارك إبراهيم ووصاه قل له ما تزوج من الفلسطينيات أطلع شوف طفلة من عن دار جدك وباللي يعقوب سمع الكلام بابه ويماه ما تزوج من الفلسطينيات أيا عيسو وش دار شاف باللي كان عنيات هذو ما يهوديتو بس ما شافهم باللي شريرات في عينين باباه دانك وش دار عيسو راح العمو شكون هو عمو إسماعيل بس كه إسحاق خو إسماعيل إسماعيل ولد هاجر دانك عيسو عود رجع العمو إسماعيل ودى بنتو محلة محلة بنتو إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبايوت أخت نبايوت نبايوت هذه أخت المحلة أدها زوجة له على نسائه ما تزوج على ذوك زوج فلسطينيات يهوديت و بسمة فخرج يعقوب من بئر سبع وإن كانت يماه بابه إسحاق وذهب نحو حاران ذرلونور وصدف مكانا حبس فيها هذه البلاسة وبات فيها علاش بس كو سمش غربة طاح الليل معنتها وأخذ من حجارة المكان أحكم شوية حجرها كايا ودالهم تحت رأسه يعني والسد حجر فضطجع في ذلك المكان رقد في ذلك البلاسة ورأى حلما شاف منام وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء شاف أن إسكالية ولا أناسانسور ولا سلم إسكالية منصوبة ومحتوطة من الأرض وطلع في اسم الإسكالية وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها يا أخو يا الملائكة طلعها في هذا السلم بش يطلعوا الاسم هنا الملائكة ما زال ما عندهمش جنحتين هنا الملائكة لازم منهم إسكالية بش يطلعوا الاسم فهم كل جنحتين ما زال ما بانوش وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة على هذا السلم ورب معاهم يهوى وهو ذا الرب واقف عليها يهوى واقف على هذا الإسكالية فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ما زال يهوى يسربي في الأراضي عاجون سيمو بيليار لضمان يهوى هذا يهوى نهار كامل ويسربي في الأراضي هذا بنو إسرائيل بنو يعقوب هذا هو يعقوب هذا هو إسرائيل الأرض التي أنت راقد عليها أعطيها لك ولنسلك نعطيها لك لكل ديسندانس ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا راحت كل ديسندانس تاك بزاف وراك راحت ذرية تاك تكبر غربا وشرقا نور سيد أست ووست ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض وها أنا معك وأنا معك وأحفظك هذا السيد وش دار هذا يا هذا يعقوب أنت يا سي يهوى علاش خيرت هذا السيد وقاعدت تهدر معه في هذا الهدراء وش دار بس كو بلع تخوه بس كو سرق النوب وهو من عند خوه يسمى تتمشي معالي فويو يسمى يهوى هذا يا يخير في هذا السيد يعقوب اللي حشاها الخوه وكذب على باباه وسقساه باباه قال له يا ودي تشكون انت هو عيسو قال له أنا هو كيب سعرك تكذب كذاب هذا هذا يعقوب كذاب هو ويمه رفقه علاش الإله اللي هنا يا وهو ذا الرب وقف عفا قال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق إسحاق الأرض هذه لك لقد عليها نعطيها لقع ويكون نسلك كتورة بالأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض ماذا هذا وهأنا معك وأحفظك حيثما تذهب وين تروح نحفظك وأردك إلى هذه الأرض نعود رجعك إلى الأرض هذه لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به وش به يهوى هذا رئيس عصابة يهوى هذا الحاخامات اليهود هذا يعقوب بتاعكم ويهوى تعكم سيبا نورمال كيفا ما كاش يسمع كي كان يعقوب يكذب على باباه علش كمّل معاه نورمال ما يرسل ملاك الرب الإسحاق يقول له حبس هذا الطفل راه حشاهالك راه يريفقه لبسط له الجلد تعلم عيز وراه يدخلت راه يطبعت لك إبراهيم ماشي عيسو وشعر اللي مستيته ماشي تعيسو تع معزا وراه مكذبوا عليك وهذو كل يدين اللي مستيتهم راه ماشي اللي يدين تعيسو يرجع له البصر تعوصير بلس باش يشوف بعينه بللي هذا يعقوب ماشي يعيسو هذا يهوى مستكلف يسربيه في الأراضي وين تصراك كذبة ولا تصراك بالعيطة ما يهموش ما يتبعش هذا السوال يهبط ديرك يكمل او راح يكمل معي يعقوب او راح يكمل معه استيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم فينا ما رب يهوى يسكن هنا وأنا لم أعلم بليش وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء معنى هنا هذا والايرودرام هنا هنا يهبط لا تري صاج تعلم ليكا وهنا ياتري يهوى ومن ديكولي هذه بلاس ربي باب السماء وبكر يعقوب في صباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا حكم ذيك الحجر هذه اللي وسدها ووقف هاك شو العمود وصب زيتا على رأسه مسح روحه بس ك المسيح وش معنى المسيح ليهود كانوا يمسحوا واحد يحكموه يمسحوه يديروه الزيت فوق رأسه يمسحوه بالزيت بيان هذه وش معنى المسيح يمسحوه بالزيت وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان سمه بيتائيل بيت الله ولكن اسم المدينة أولا كانوا يسميها لوز ونذر يعقوب نذرا قائلا إن كان الله معي عن تادرانجاج قالوا كان ربي يكون معايا ويحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وكان ربي يحفظني ويسترني ويعطاني الخبز ناكل والحوايج نعود نرجع من عند خالي لابان عند بابا ويمة البئر سبع ونرجع بسلام وقع آيا هذا هو الرب إلهي وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وهذا الحجر اللي وقفتها آيا راح تكون بيت ربي وكل ما تعطيني فإني أعشره لك وأي حاجة تمدها لي راني نعطي لك العشر لديزيام عشر ما أنت عطلو لديزيام شابت ريفانت نف ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق ونظر وإذا في الحقل بئر وهناك ثلاث قطعان غنم رابضة عندها اطلع يعقوب الأرض طالع يعني عند خال لابان ومن بعد شاف صاب أنشان فيه بير وطروى تروبو تع غنم قاعدة ثم علاش لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان وكانوا يشربوا الغنم في هذاك البير والحجر على فم البئر كان كبيرا فأنت البئر هذي كانوا يديروا عليها حجرة كبيرة بش ما تتوسخش وكانوا باش يسقيوا الغنم متاحهم كانوا يستناول اللي تروبوا وقعيجوا والرعيان قاعدة لمو باش يتعاونوا ويرفدوا ذيك الحجرة على البئر نحوها باش يبدوا ويشربوا في الغنم فكان يجتمع إلى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البئر ويسقون الغنم ثم يردون الحجر على فم البئر إلى مكانه أنتها كانوا يتحاما ويتعاونوا بش يرفدوا الحجرة بس كانت كبيرة وثقيلة فقال لهم يعقوب يا إخوتي من أين أنتم فقالوا نحن من حاران فقال لهم هل تعرفون لبان ابن ناحور فقالوا نعرفه فقال لهم هل له سلامة فقالوا له سلامة وهو ذا راحيل ابنته آتية مع الغنم أنتنا عارفو هذا يا لبان وإنسان لبس به وقاع وعنده ولده وابنته كل شيء ديجا هايلك بنته هايلك راشل راهي جاي مع الغنم التحا يا إخوتي قال لك غير شاف راحيل السيدة تبدل هاج واش قال لهم فقال هو ظن نهار وبعد طويل ليس وقت اجتماع المواشي وسقوا الغنم واذهبوا أرعوا هاي قال لهم وشكم قاعدين تديروه هنا آآ ما زال النهار طويل قاعدين تقصروا له نرفدوا شربوا الغنم متاعكم وروحوا ترعاو فقالوا لا نقدر قالوا له ما نقدروش حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئري ثم نسقي الغنم يودي قالوا له احنا ما نقدروش رانا نسننا ويجي وقاع الرعيان جيبوا الغنم متاعهم باش نتعاونوا على هذا الحجر باش نرفدوها على فم البير باش نشربوا الغنم متاعنا وإذ هو بعد يتكلم هو ما زال يهضر معهم أتت راحيل مع غنم أبيها لبان لأنها كانت طرعة راحيل لحقت للبير يا أخويا قال لك غير شافه فكان لما أبصر يعقوب راحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله واجدر أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئري وسقى غنم لبان خاله قال لك غير شاف الطفلة ولا غرانديزر وغنم لبان خاله أحكم هذه الحجرة رفدها وحده على البير وقال لبان خاله وقال لبان خاله يعقوب هذا مكان مكان كان إنسان يعني شتيف ضعيف مش مشعر إنسان ساكن الخيام مع أي ماه ماه ماهنه بافا ولا بويسان ولا مهنه يرجع غرانديزر يا أخويا قال لك غير شاف راحيل غير شاف راحيل قال لك هاج ولا غرانديزر رفد الحجرة وحده كركرها فأشرب الغنم متاع خاله لبان وقبل يعقوب راحيل وباسها ورفع صوته وبكى يبوس ويبكي يبوس ويبكي نروح هنا يا برك نشوف نشوف جاكوب وغاشل وعلى هاي لك أوبوي جاكوب وغاشل عند البير بيماج هاولي عمك يعقوب يبوس في راشل ويبكي هاوليك وراه هنا وين نرفض الحجرة هاوليك هنا يرفض في الحجرة خذو ما ليطابلوا وليتلقوا بهم في الميزية هاوليك جاكوب يرفض في الحجرة والغنم متاع غاشل وهامليك الرعيان هاوليك جاكوب عند البير كي نحع الحجرة وهامليك الغنم وهي ليك راشل ويبوس ويبكي يعقوب عند البير يشرب في الغنم الراشل هاوليك جاكوب هاوليك جاكوب عند البير يعقوب عند البير يعقوب عند البير يشرب في الغنم التعراشل يعقوب عند البير يعقوب عند البير يعقوب عند البير اوكي هذا التوراث الجيديو كريتيان وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة فركضت وأخبرت أباها قالوا دي يا نارني أوليد ريبي يا ريبيكا أخذت باباك بنت خالي وأنا أوليد عمتك راحت تجريهي وخبرت باباها فكان حين سمع لبان خالو خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته فحدث لبان بجميع هذه الأمور فقال له لبان إنما أنت عظمي ولحمي فأقام عنده شهرا من الزمن يعقوب قعد عند خالو لبان شهر ثم قال لبان ليعقوب ألي أنك أخي تخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك أنت كيراك أنت يا أنت أوليد أختي وقعد تخدم عندي باطل آيا أقول لي شحن نعطي لك شحن نخلصك بس كي يعقوب قعد يرعى عند خالو باطل يعني وكان للبان ابن تاني اسمه الكبرى ليأ هاي لك ليأ الحولة واسمه الصغرى راحيل اللي كانت عند البير وباسها يعقوب وشرب لها الغنمتها وكانت عينا ليأ ضعيفتيني يعني تعينيها كان وضعاف يقولوا عليها بلي حولة وليأ وأما راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر عن تليئة كانت حولة ورشال كانت شبه ومليحة وقال الأخت الصغرى يعني وأحب يعقوب راحيل فقال أنت قال الخالو لبان أخدمك سبع سنين برحيل نخدم عندك سبع سنين وتزوجني برحيل البنت الصغرى يعني بنتك الصغيرة فقال لبان أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر أقم عندي أقعد عندي قال له قالوا نمدها لك ليك خير من اللي نمدها الوحدة أخر إطرانجي أقعد عندي قال له عيش عندي فخدم يعقوب برحيل سبع سنين سبع سنين هو يرعى عند خالو لبان على جال راشال وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها أنت السبع سنين هذه فات التجري أعلى شبرسكو تلمو كان يحب راشال سبع سنين فات التجري ثم قال يعقوب للبان اعطيني امرأتي لأن أيامي قد كملت فأدخل عليها أعطيني مرتي خلال سيفتت سبع سنين كانت بقيت له إنسومان سمانة واحدة وتخلاص سبع سنين فجمع لبان جميع أهل المكاني وصانعا وليما لبان در زردة وعرض قع الناس وكان في المساء في ذيك العشية وش يدير السي لبان أخذ ليأة ابنته وأتى بها إليه فدخل عليها عندها غشوا لبان خالو فجبلوش رشال رحيل جبلو ليأة لبس لها البرقاع ودي قيزالها وكذا ياو وكذا ياو وعطى هالو فدخل عليها يعقوب وأعطى لبان زلفا جريته لليأة ابنته جارية باش تختمها باش ياو ياو في الصباح إذا هي ليأة ناضسي يعقوب بابت نقز ديلة الدخلة تعو مصبح كيناذ صبايا هذه مش راشة هذه ليأة الحولة وتيسي يعقوب ما شفت لو جهت على مرامة ما قسرت معها شوية ما سمعت الصوت التحام أنت قلعت ديريكت وفي الصباح إذا هي ليأة فقال لأخاله لبان ما هذا الذي صنعت بي أليس برحيل خدمت عندك فلماذا خدعتني يمشي تفهمنا على رحيل هل تخدع فيها تطيني في ليأة فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا نحن عندنا ما في طبع يعنا ما ما نزوجوش الطفلة الصغيرة قبل الكبيرة نحن في طبع يعنا نزوجو الكبيرة قبل الصغيرة فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر البكر قلنا سيليني أكمل أسبوع هذه أنت كم الله سوما أنتع سبع سنين كم الله سوما أنتعك ونعطيه لك الصغيرة وشنو لازمك تزيد تخدم سبع سنين عندي أنتها 14 سنو سبع سنين اللياء وسبع سنين الراشاد أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا وشنو بالخدمة التي تخدمني أيضا سبع سنين أخرى وشنو أبرئين سوما نعطاله راشالة صف البادر زاد السنة سبع سنين قال له كمل هذا السمانة ونعطيه لك الأخرى معنا تارا ورحمه هنا أعطاله الصغيرة أبرئين سوما ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبوع هذه لا يعملتها فأعطاه راحيل ابنته زوجة له وأعطى لبان راحيل أعطى البنته راحيل ابنته أعطى لها بيلها جاريته فدخل على راحيل سيعقوب أيضا وأحب أيضا راحيل أكثر من لياء سيعقوب حب راحيل أكثر من لياء وعاد فخاد ما عنده سبع سنين أخرى يهوى عنده مشكل عنده مشكل كبير يهوى هذا يهوى هذا يهوى ورأى الرب فكانت عاقر لياء مكروها مش شابة مكروها بو تحلها الراحيم تحل وراحيل الشابة لحبها يعقوب دارها عاقرة ما تولج فحبلت لياء لياء الحولة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين روبين لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مذلتي إنه الآن يحبني رجلي تكيزت عندي فل رجلي ولي حبني وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت إن الرب قد سمع إني مكروهة فأعطاني هذا أيضا فدعت اسمه سمعون بسكرا رب يسمحها شمعون بسكرا اليهود ينتقو السين ينتقو الشين شبعة هي سبعة سمعون وشمعون وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقتلن برجلي لأني ولدت له ثلاثة بني لذلك دعية اسمه لاوي هذو ما الأصباطة روبين رأوبين روبين شمعون لاوي سفر لاوي من هذا سفر اللويين جاي من لاوي هذا هو بابهم من الأصباط يوسف هنا مازال مكاشا فازونكو وحبلت أيضا وولدت ابنا رابعا وقالت هذه المرة أحب الرب أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا يهوذا سبط من أصباط بانو إسرائيل بانو يعقوب اللي هما بانو إسرائيل ثم توقفت عن الولادة وحبست ليأ الحول ولت ما تولدش ولدت ربعا واجدرت ليأ فلما رأت راحيل أنها لم تلد هذه راحيلة فلما رأت راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل راحيل غارت من أختها ليأ وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت هيا نولدو سنعني حلموت فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال العلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن ربي هو اللي دلكها كان خطيني فقالت هو ذا جارية بيلها هنا يا راحيل اجدرت زوجتي يعقوب بيلها يعطيها لها بابها لسكلاب فقالت هو ذا جارية بيلها أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين فأعطته بيلها جريتها زوجة يخويا يعقوب قاما قل شلالا فدخل عليها يعقوب فحبلت بيلها لسكلاب راحيل وولدت لي يعقوب ابنا فقالت راحيل أدقذ لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا لذلك دعت اسمه دانا وحبلت أيضا بيلها لسكلاب جارية راحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب أنتظر عنده ربعة مليا وعنده زوج من لسكلاب تارحيل فقالت راحيل مصارعات الله قد صارعت صارعت أختي وغلبت فدعت اسمه نفتالي رئيس الإسرائيلي تاليوم جوكر ويسموه نفتالية رئيس إسرائيل اليوم جو بونس يسموه نفتالي ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة بوكاليال حولها كيشافت روحها جابت ربعة ولاد برك وحبست ومتولج وشافت باللي راحيل زوجتي عقوب ببيلها وبيلها ولدت زوج دانا ونفتالي زادت غارت وزوجت راجلها زيلفا ليسكلاب وقفت عن الولادة أخذت زيلفا جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجها معنى ذكا عنده ربعنسة ليئة ورحيل وبيلها وزيلفا فولدت زيلفا جاريت ليئة ليعقوب ابن فقالت ليئة بسعد فدعت اسمه جاد جاد وولدت زيلفا جاريت ليئة ابن ثانيا ليعقوب فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني أو عشير دونك ذوكا وش ولا وربعة تعليا وزوج تعليس كلاف تعراحيل والزوج تعليس كلاف تعليا ولا وثمانية ومضى رأوبين في أيام حصاد الحنطة روبين الابن الأكبر تع يعقوب راح للحصاد تع القمح فوجد لفاحا اللفاح هو الماندراغور يقولوا عليها باللي يديروا بيها سحور يقزنوا بيها يداويوا بيها تنبت في الأرض وعندها كمسي انكور دا نترم عندها يدينوا رجلين وشعر في رأسها وقع ورفدها السيد من نبي الدول لاموندراغور هذا هو اللحاف يعني تها رأوبين صاب اللحاف لاموندراغور صابها في الحقل التي كانوا يحصدوا فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه لها يماها الحاولة ليئة فقالت راحيل راشيل كشافت اللحاف لاموندراغور فقالت راحيل لليئة اعطيني من لفاح ابنك اعطيني شوية من لفاح فقالت لها اقليل انك اخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني اسم خطفتي لراجلي وحبت زيدي تدي اللحاف فقالت راحيل اذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك ما لا يعقوب اليوم راح يرقود معايا نعطيه لك يبات معاك واشنو نعطيني شوية من لاموندراغور لصابها ولدك فلما اتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليأة لملاقاته وقالت الي تجيء اتجي معايا ترقود معايا اليوم لاني قد استأجرتك بلفاح تراني كريتك بشوية على موندراغور بلفاح ابني فضطجع معها تلك الليلة وسمع الله لليأة فحابلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا على جال هذه الليلة هذه يا رب اسمع يهو اسمع بسكو يسمع طنزان طن كي تبدأ تقرأها كي تفهموا بلي اسمع طنزان طن ما ما يسمعش دايما وسمع الله لليأة فحابلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا فقالت ليأة قد اعطاني الله اجرتي لاني اعطيت جاريتي لرجلي فدعت اسمه يالساكر هذا يصبط من اصباط بنو يعقوب بنو اسرائيل يالساكر التاسع الابن التاسع وحابلت ايضا ليأة وولدت ابنا سادسا ليعقوب فقالت ليأة قد وهبني الله هبة حسنة الان يساكنني رجلي لاني ولدت له ستة بنين فدعت اسمه زابولون زابولون سبط من اصباط بنو يعقوب نار نف العاشر ثم ولدت ابنا طفلة ودعت اسمها دينا دانك لقونت الترميني كونسرن ليأة كونسرن لدوز اسكلاب ذكب قاتلنا راشال مازال ما ولدتش وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها هنا ربي اسمع الرحيل يفتح لتيريس تحا فحابلت وولدت ابنا فقالت قد نزع الله عاري ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر سمت ولدها هذا يوسف جوسف عارف حكيت وقالت رب ان شاء الله يزيدني طفل وحد آخر وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان أصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي هنا يا بنجام بن يمين ما زال ما كش شكون اللي ولد بن يمين هي راحيلة راشال الصغيرة هي اللي ولدت يوسف واخوه بنجام ما زال ما زال بنجام يعقوب قال الخال لابان بابة نساه ذو ما بابة ليا وراشال خوي ما قال خلاص يطلقني خليني نروح الأرضي وأرض جدادي وأرض أبي وأمي أعطيني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمة التي خدمتك خدمت عندك رب عطاش فأعطيك قال وقل لي شح نعطي لك فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي انت لي على بالك شح تخلصني وحسب بالغنم متاعك وشوف لأن ما كان لك قبل قليل قبل من جينا كان عندك غير شوية وليمر وعندك الخير بزاف وبرك كالرب على جالي فقال هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها قال له ما تعطيني والو خليني نرعى عندك الغنم اجتاز بين غنمك كلها اليوم وأعزل أنت منها كل شات رقطاء وبلقاء هذه خليوها المرة الجاية نقرأها بس كالسانطة وليزم لها دي 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 سيكس بليكاسيون حبسوا لهنا يبقى تنا غير شوية بركم كملوا الإصحاح 30 سيكس بليكاسيون